موسيقى نشوف بعض التقارير اللي جاية في هذه البروباغندا حابين يصوروا هما حابين يبيضوا صورة الجزائر لكن كيفاش مش صورة الجزائر بإنجازات معينة بواقع جيد افتح الجزائر للرأي الآخر افتح الوسائل الإعلام خليها تتكلم خلي الوسائل الإعلام الأجنبية جي تشوفوا الواقع الحقيقي ما كانش هذا الشي خلينا نأخذ مثلا هذا التقرير في بناء العقول استثمرت الأمم وشعوب لكن للمغرب تحت قيادات تختقر للبصيرة وفقه التوجه موقف آخر قيادة هدمت ركائز التعليم ببنيانه ومؤسساته مع سبق الإسرار والترصد مدارس بدون معلمين بطالة وسط المتخرجين ومضايقات طالت توقف أجرات ما يزيد عن أربعمائة أستاد وأستادة وما زادت طين بلة تفاوت المناهج التعليمية بين المدارس الفقيرة والغنية في البلاد لعنة الارتباك والقرارات الارتجالية أصابت المسؤولين في الحكومة المخزنية أولاً وقبل كل شيء هذا التقرير مدح المغرب من حيث أراد الإساءة إليه مظاهرات الناس تعبر عن رأيها تحتج على واقع معين لا هم دايرين بهم الشرطة ولا أي شيء بل أنه فيها وسائل الإعلام راهي دايرا بهم تغطي في هذه هذه الصور تم أخذها من وسائل إعلام مغربية وما إلى ذلك من هذه الأمور احتجاجات مظاهرات ناس تتعبر عن آراءها عن مواقفها مش خايفة لا خايفة يروحون للدار يجوهم زوار الليل ولا يجو المخابرات يخطفوهم ويلقوا روحهم متهمين بالإرهاب ولا أي شيء في حين هل هذا يمكن أن يحدث في الجزائر؟ من المستحيل؟ أنت تشوف واحد شاب يطالب بالتظاهر من أجل مطالب معينة تهم الدعوة إلى التجمهر غير المسلح هو أصلا التجمهر هذا يحتاج إلى رسالة إلى السلطات المعنية راح يتظاهره مجرمين المظاهرات كون يخرج واحد يخرجه من الدنيا كلها هذه الجزائر هي النقطة الإيجابية الكبيرة اللي ما حبتش تقولها هذه الصحفية أن هؤلاء يتظاهرون بكل حرية في بلد بخضي النظر عن مطالبهم مطالب موجودة في كل الدول لكن يا ترى السؤال هل يجرؤ حكام الجزائر العسكر أن يسمحوا للجزائريين أنهم يتظاهروا؟ من المستحيل؟ قال لك المدارس شوفوا واقع المدارس تعرف الجزائر يقال لك مدارس الأغنياء والفقراء وما إلى ذلك روحوا وشوفوا مدارس الجزائريين في المناطق النائية في الصحراء في بعض المدن في الشرق وفي الغرب وكذا هي كوارث الناس ما زالت بعدها شتد فيئة الناس ما زالت على صبورة وكرسي متاع القرون الوسطى حتى مرة أستاذة قالت لهم الطابلة من عهد الاستعمار هذه صلاة في الجزائر عندنا منظفة واحدة خلصوها الأستاذة وعوقها من يدها نحن نخلصوها باش نقلنا المدرسة كاريتا المراحض حتى بارون دي لاذ خلصت جمليين وخمسمائة باش دي بيرجان ونقع المراحض وعمرنا السيتاء وانا كين حضروا قولنا معنا من دلوكم كاش بيجي احنا الأستاذة براح خرجنا الحداعي التعليم منها أستاذ سيق سيقنا ونققنا وعقمنا الأقسام نققناهمنا في ثلث يام نققوا حنا الأستاذة باش نندخلوا التلاميذ ولدنا في النقا هذي مشكلة كبيرة نغعينو منها أستاذ كل عام هذي هي المشاكل طاولات من وقت الاستعمار طاولات من وقت الاستعمار لا لن تخطي شوف الأستاذة هم مغلفين هم ساكين نعم من وقت الاستعمار راه هم مغلفين هم مغلفين هم كاريتة هذو من وقت الاستعمار لا لذي مشترك جزائر لا لذي مشترك استعمار من وقت الاستعمار أنا هنا في 32 عام على الأقل كاريتة راهي في حالة كاريتية نعم نعم وزيد ويعبروا على مواقفهم في صفحاتهم الفيسبوك ولا يعتقل منهم واحد في حين هذا الأمر ما شو موجود في الجزائر إذن هذه البروباغندا بايخة يأتي لفزيون الجزائر بهذه الطريقة لا كتمتح في المغرب أنسى أنسى ما تقولوا هاتي الصحفية اللي يكتبوا لها ما خلينما الكلام هذا وفيها وكذا 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 ما يروحوا لليوتوب ويروحوا للقنوات المغربية ويرفدوا منها ويديروا التقارير هي ما عليش أوكي هل الجزائر ظروفهم راهي أفضل من ظروف المغرب من المفروض من قرنوش الجزائر بالمغرب ليس تصغيرا من شأن المغرب معاذ الله ولا يعني نفخ في الجزائر أو حتى تقليل من شأن الجزائر لا ليس هذا ولكن أن الجزائر دولة غنية بالثروات أجزم لكم لو كان هاته الثروات عند المغرب لا كان المغرب غير الذي نراه ولكن الجزائر ثروات هائلة شعب جائع يقتات من المزابل النخالة كما يقال اللي كانت تطعم في زمن معين إلى الحيوانات صارت تخبز في الجزائر الناس صارت تشري رجلين الدجاج يا ناس باش يديروهم في المرقى يوكلوهم باش يديروا البنن تعالى الحم لولادهم شوفوا روحوا شوفوا الطوابير على الزيت طوابير على الحليب طوابير على السميد وهذه الكوارث لو كان يسمح للجزائرين يتظاهروا مش هذا القمع والاستخبارات اللي حولوا الدولة إلى سجن كبير رح تشوفوا فيها أكثر مما هو موجود من المغرب إذن هذا التقرير وهذه البروباقندا بايخة كان من المفروض ما جيبش الناس يتظاهروا بصفة عادية لا خايفين لا شرطة يحوزوا فيهم ولا أي شيء من هذا القبيل هراهم يقومون بالتظاهر وراهم مطمئنين ورفعين شعارات وينتقدوا بل أني شفتهم فيديوهات فيهم حتى اللي ينتقدوا الملك محمد السادق وينتقدوا القصر الملكي ولا حد مسهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر